السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة إميونوهيماتولوجي ميد إيزي وكنا نتكلمنا في المقطع اللي فات عن الـ RH System وبكده نكون نتكلمنا بشكل مختصر جده عن أهم الـ Blood Group Systems وهم الـ EBO System ويجي بعده الـ RH System ونستكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله ونتكلم عن Systems تانية بتكون أقل أهمية من الـ 2 اللي فاتوا ونقول كلمة كده مختصة عن كل System فيهم وإحنا بنقول الكلام ده عشان هينفعنا بعد كده إن شاء الله لما نتكلم عن الـ Anti-Body Detection اللي هو Anti-Body Screening وكمان Anti-Body Identification أولا فيه System أو Systems الـ Anti-Body's بتاعتها بتكون Warm Reactive زي مين؟ زي الـ RH Antibody's اللي تكلمنا عليهم قبل كده وزي الكل System وزي الضافي وزي الكد وزي الـ Big S والـ Small S اللي هما موجودين في الـ MNS System بالنسبة بقى للكل System وده من الـ Systems المهمة وفيه شبه كبير من الـ RH System وأهم الـ Antigens اللي موجودة فيه هما الـ Big K والـ Small K واللي هي بتكون موجودة بشكل طبيعي اللي هي الـ Antigens دي عند المولود وهنلاقي إن الـ Big K Antigene الـ Immunogenicity بتاعته عالية جدا وإحنا اتكلمنا على موضوع الـ Immunogenicity قبل كده وييجي في موضوع الـ Immunogenicity دي أو الـ Immunogenicity أو الـ Antigenicity بعد الـ Big D Antigene ومن الـ Antigens الثانية اللي موجودة في السيستم ده الـ KB Antigens زي الـ KB A والـ KB B والـ GS Antigens زي يمين GS A والـ GS B الـ Antigens بقى بتاعت السيستم ده بتكون من النوع الـ A الـ IgG واللي بتتفاعل بشكل كويس جدا في الـ Antigens Test وبتكون من النوع الـ Immun وبتكون من النوع الـ Antigens ومشكل كويس جدا وأشهر أنتباضي فيهم هو الـ Antigens زي ما احنا قلنا أكتر من أي أنتباضي تاني موجود في السيستم ده تمام نيجي للسيستم اللي بعده اللي هو الـ Kid System الـ Antigens اللي موجودة فيه زي GKA وزي GKB واللي برضو بتكون بشكل كويس على القرات وبتكون موجودة عند المولود طيب بالنسبة للـ Antigens بقى نفس الكلام بتكون IgG وكمان بتكون clinical significant فيه انتباضي بقى موجود اسمه وانتباضي ده نادر وجوده بس بيكون عند الأشخاص اللي هم GKA وGKB تمام نيجي بقى للسيستم اللي بعده وهو الضافي الـ Antigens اللي موجودة اللي هم مين اللي هم الـ FYA والـ FYB وبرضو بتكون موجودة بشكل كويس عند المولود الـ Antigens اللي موجودة في السيستم ده نفس الكلام بتكون اي جي جي وبيتكون ونوقف عند النقطة دي النهاردة ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اننا لا الهي الا انت استغفرك وارتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته